اشتركوا في القناة وزراء خارجية التركيا وروسيا وقطر يؤكدون ان لا حل عسكريا في سوريا ويطلقون عملية تشاورية جديدة اسرائيل تكشف مواقع سرية للسلاح النووي الايراني وسط طهران اكثر من عشرين قتيلا باندلاع حريق التهم مصنعا للالبسة في محافظة القليوبية شرق مصر افاد مراسل اوريانت نيوز بمقتل خمسة مدنيين واصابة اخرين اثر انفجار داخل مستودع للأسلحة غرب ادلب واضاف ان الانفجار وقع في غرفة تحتوي مواد متفجرة داخل احد المقالع ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحة معنا عبر الهاتف من الشمال السوري محمد الفيصل مراسل اوريانت نيوز مرحبا بك معنا محمد مزيد بين التفاصيل عن الانفجار الذي وقع عن اعداد الضحايا عن الجهة المسؤولة عن هذه المتفجرات وكيف حدث الانفجار نعم احمد قتلى خمسة وغرب مدينة ادلب داخل دان وقعنا ببات كان انفجار مجهول سرعانا ما تبين انه انفجار في غرفة بالقرب من مقلع للحجارة طبعا الغرفة كانت تحتوي على مواد متفجرة كون هذه المواد تستخدم في هذه النوعية من الاعمال في المقالع مادة الديناميت التي تم استخدامها على التفجير او تفتيت هذه الحجارة والصخور نتيجة خطأ معين غير معروف انفجرت هذه المواد داخل الغرفة التي كانت واجدت بها خمسة من العمال ادت الى وفاتهم جميعا بسبب وجود وفاة كل من كان داخل هذه الغرفة لم يتم معرفة سبب الانفجار او كيف ايض هذا الانفجار او كيف تم عموما فرق الدفاع المدني توجهت بعد الانفجار بوقت قليل الى المكان اين يقع المستودع او اين وقع الانفجار محمد تحديدا في اي قرية في اي منطقة الانفجار في المقلع غرب مدينة ادب القرب من قرية عرب سعيد طبعا هذه المقالع منتشرة بشكل كبير جدا في محافظة ادبوا في عموم المناطق وفي كل المناطق منتشرة هذه المقالع استخدم هذه المادة في التفجير لتفتيت الانفجارة كما ذكرت تحويلها الى مواد البناء طبعا فرق الدفاع المدني لم تستطع انقاذ اي من الاشخاص كون الذين كانوا متوجدين داخل هذه الغرفة كون معظمهم تحول الى اشلاء نتيجة الانفجار وضخمة هذا الانفجار وانهم كانوا بداخل هذه الغرفة مع كميات كبيرة من المتفجرات طبعا الاشخاص الذين قتلوا نتيجة هذا الانفجار هم مدنيون عمال يعملون في هذا المقلع وفارق ولحياة نتيجة هذا الانفجار اذا افهم منك ان الموضوع ليس عسكري يتبع لشركات تعمل في موضوع المقالع والحجار وما الى ذلك محمد نعم الانفجار ليس عسكري وليس فقط العلاقة بالعسكرة حتى المقلع صاحبه مدني وكما ذكرت هو مصلحة وعمل يعمل به الكثير من اهالي الشمال السورية ومختلف مناطق سوريا ينتج منهم مواد البناء وتستخدم مادة التين تي في تفجير هذه الحجارة وتحويلها الى المال شكرا لك محمد الفيصل مراسل اورينت ريوز كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الشمال السوري قتل ستة عناصر من ميليشيا الحرس الثوري الايراني واصب اخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موقعا لهم شرق حلب وذكرت مصادر محلية عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بعد دخول العناصر لاحد البيوت المهجورة اثناء تنفيذهم جولة استطلاع جنوب معمل السكر في بلدة مسكنة طلب الاف السوريين في الشمال المحرر السلطات التركية بتأمين وثائق لإثبات شخصياتهم بعد ان فقدوها اثناء القصف على قراءهم وبلداتهم واثناء تهجيرهم او نتيجة الغائها من قبل نظام الاسد نظام السوري لقى هوياتنا انا مهجر من حمص يعني هلأ اول شيء طيب انا هلأ ما ادي عرف انا لقينه دولة يتابع طبعا انا سوري ما اختلفنا بس بدي هويات تسبب شخصيتي على الايام ما بس انا في ولادي اقل ما يمكن هي هويات او يقدموا يعني اقل شيء تسهيلات للطلاب الجامعات او للمواضيع الدراسية يعني اليوم مثلا طالب حبي درس يقدموا تسهيلات للدخول لتركيا او للجامعات التركية باقل التكاليف نضمن اولادنا كمالك للولاد من الهويات يعني تركيا دولة قوية وعظمة لازم اقل شيء انضمنا الى وطلعنا كمالك وهويات يعني النظام خلاص نظام فاسد يعني ما في من وراه فايدة اجباري يعني لازم انضمنا تركيا وشوفنا حل طلعنا كمالك طلعونا هويات بشان نضمن اولادنا مستقبل اولادنا بعد عشر سنوات شلون هيكي ما بصير يعني منحن نطالب تركيا اقل شيء اقل شيء يعني الوسائق اللي عندنا تنقلها الوسائق تركية وسبت هالنفوس والعالم هالأطفال هالعب تجي لمواليد جديدة كتير عالم عب تنظلم عب يروح حقوقها يعني فيه كتير عالم عب تتجوز ما عندهم دفتر عائلي فيه كتير ناس عب يجيه أطفال ما عب تتسجل يعني هدول وين دي روح اخر شيء ادخلت الميليشيات الايرانية شحنة ضخمة من الحشيش المخدر الى مدينة البوكمال قادمة من العراق في حين قال الناشط امجد الساري في نشرة سابقة لأوريينت ان الميليشيات افتتحت مزيدا من محال بيع المخدرات لاستقطاب الشباب من ابناء المنطقة وزجهم في صفوفها عن طريق ايضا ميليشيا حزب الله اللبناني تأتي من لبنان باتجاه دير الزور يعني هي كما ذكرت تستخدم عدة طرق ميليشيا حزب الله اللبناني وايضا ميليشيا حزب الله العراقي كل مدينة لها حصتها لكن بشكل عام جميع مناطق سيطرت الميليشيات الايرانية في دير الزور والبوكمال موضوع المخدرات منتشر بشكل كبير جدا ورائد جدا وحتى المدنيين يعني يعلمون اماكن بيع المخدرات في تركاء المناطق والميليشيات الايرانية يعني نشرت المخدرات بشكل كبير بين الشباب حتى من اجل ايضا استخطابهم لان الشباب الذين يدمنون على المخدرات يحتاجون الى ايضا دفعات اخرى من الحشيش وما الى ذلك وبالتالي يضطرون الانضمام الى الميليشيات الايرانية لان الموضوع يصبح اسهل عليهم من اجل تحصيل هذه المواد حتى انها في البداية تبيعها باسعار رخيصة جدا من اجل كسب اكبر عدد ممكن من الشباب اغلق اهالي قرية انبلطنة شرق القنيطرة طرقات القرية احتجاجا على اعتقال ميليشيا اسد لشبان من ابنائها ونقلت صفحات محلية عن مصادر قولها ان الاهالي استنفروا منذ ساعات الفجر واغلقوا مداخل ومخارج القرية معلنين استمرار الاحتجاج حتى اطلاق سراح المعتقلين ونوهت الى ان الاعتقال تم بحق شبين اثنين منشقين عن ميليشيا اسد اعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش اوغلو اطلق بلاده عملية تشاورية جديدة مع كل من روسيا وقطر بهدف الوصول الى حلا سياسيا دائما في سوريا وفق تعبيره جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة القطرية الدوحة وقال جويش اوغلو انه يجب الضغط على النظام السوري لكسر الجمود في الوضع الراهن مشددا على ضرورة التوصل الى حل سياسيا ينهي مأساة الشعب السوري قال الامين العام للامم المتحدة ان الوضع في سوريا سيء للغاية مشددا على ضرورة تكثيف المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمحتاجين في كل مكان قبل عشر سنوات وضع القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية السلمية في سوريا البلد على طريق حرب مروعة توفي مئات الالاف من السوريين ونزح الملايين السوريون عانوا من اعظم الجرائم التي شهدها العالم في هذا القرن ويجب محاسبة مرتكبها يجب القيام بالمزيد من اجل اتاحة وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود وضرورة وصولها الى جميع المحتاجين ولهذا السبب فانني طلبت مجلس الامن مرارا وتكرارا على تحقيق توافق في الاراء بشأن هذه المسألة الهامة من الواضح انه اذا استمرت حرب ما لمدة عشر سنوات فان نظام ادارة الامن الدولي الموجود غير فقط تلقت منظمة اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية قرابة 570 شكوى حول صلة اشخاص بنظام اسد منذ عام 2016 وقال تقرير للمنظمة ان اكثر من 1200 شخص من 13 بلدا غربيا غلاصلة بالنظام لفتا الى ان المنظمة تحتفظ باكثر من مليون وثيقة خاصة بنظام اسد واضاف ان نقل الوثائق الى خارج سوريا تم في وقت كان فيه نظام اسد ودعموه يواصلون قصف المدن والبلدات السورية قتل عنصر في قوات الامن التابعة لحكومة بغداد اثر انفجار عبوة نسفة جنوب العراق وقالت خلية الاعلام الامني ان غناصر اخرين اصيبوا بانفجار العبوة التي استهدفت مفرزة امنية كانت تقوم بمسح الطريق لنقل مواد الوجيسية للتحالف الدولي على الخط الدولي السريع في محافظة الديوانية قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ان بلاده تبذل كل جهودها لمنع ايران من الحصول على السلاح النووي واضح نتنياهو انهم ارسلوا الموساد الى وسط طهران لجلب اسرار الملف النووي وعرضه على العالم ليتم التعرف على الخطط السرية لايران الى ذلك تعهد نتنياهو بمواصلة العمل من خلال الاستهدافات المتكررة لمواقع الميليشيات الايرانية في سوريا شدد وزير الخارجية الامريكية انطونيو بلينكين غلى ان واشنطن لن ترفع العقوبات عن ايران قبل عودة الاخيرة الى كامل التزاماتها بالاتفاق النووي ونفى بلينكين اعطاء بلاده ضوءا اقدرا لكوريا الجنوبية او العراق للافراج عن مليارات الدولارات من اموال النفط الايراني المجمدة لديها بموجب العقوبات معتبرا ان الكرة الان في ملعب الايرانيين افادت وسائل اعلام مصرية بمقتل عشرين شخصا واصابة العشرات اثر حريق التهم مصنعا للالبسة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية شرق مصر مضيفة ان الحصيلة مرشحة للازدياد بسبب وجود بعض الحالات الخطرة اشتركوا في القناة ختم النشرة شكرا لطبيع المتابعة والى اللقاء